استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمسقط من قبل السلطان هيثم بن طارق وتسلم السلطان هيثم بن طارق رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقرونة بتحياته الأخوية وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية